السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا ربي التولوج والأمطار همت كل منطق الشمالية خاصة تولوج في هذه المنطقة قسنطينا تولوج كانت في الموعد خاصة منطقة علي المنجلي وأيضا جبل وحش وأيضا عدة مناطق شرق البلاد كاستيفس وقهراس بورج بورريج العلمة وأيضا عدة مرتفعات عجبال البابور وأيضا جرجرة كل مرتفعات عجبال قبائل وكذلك الأطلس البوريدي والورسليس الموضعية الجوية اللي راح ننتظرها غدوة صباحة إن شاء الله سيرتبع الضغط الجو على مستوى الشمال جزائر مع إحكمة تشكيل ضباب كثيفة هم بعد المناطق الشمالية خلال الصباح مع درجة سيفر إلى درجة واحدة تحت سيف في باتنا وأيضا السطيف والبيض ودرجة واحدة تحت سيف في الجلفة أمطار اللباس بها صمة على الجلفة ستة بوهران والعاصمة مستغانم بجاية جيجل وسكيكلا رماغار داية درجات كذلك 12 بيتين دوفم مع سما مولبدة خمس درجات فقط في تاب البالة وأيضا في بشار 14 بعين صالح وسمة مولبدة كذلك على منطقة التاصلي 11 بجانت و13 بإليز وعينة من عاصل منطقة 8 سيطر 14 و17 إلى 18 ندرجة لأقصى الجنوب جزء الوضعية كيفاش راح تكون الجو عموما تكون سميشة تفرض نفسها على معظم المناطق الشمالية تعب لدنا مع حرارة في المعدل الفصلي 10 فقط على منطقة باتنا سطيف وأيضا المجلفة عين والسارة والبيض والنعمة ومشيرية وعين السفرة 17 بغردية وزوبة عربية على الواحات خاصة ورقلة حاسم سعود حاسي بركين بني عباس وبشار ما بين 16-18 و22 فيتين دوب وسمة صافية ودنيهانية أما عين صالح 27 كذلك زوابة عملية على التيميمون تين الكوكتاب القوزة رقان وأولف منطقة جانت برج عمر دليس برج الحواس ما بين 28 إلى 26 29 بطمرة 38 وثلاثين درجة إن شاء الله لتين زواطن تيميا وين عين أزوا وبيبام برج باجي مختار من جوز الوضعية الجوية كيفاش رح يكون البحار البحار عموما يتهدن لأنها ريح تكون ضعيفة بعد أحيان ما بين 15-20 تقدر بعد أحيان تلحق 30 كيلومتر الساعة في البعض والتي تجاه التاريخ تكون شرقية فيما يخص الرؤية مع الصباحة تكون ضعيفة السبب هو الضباب وما تتحسن في النهار تولي من 4 إلى 8 تأمية البحرية كالعادة نختم دائما هذه النسرة الجوية بالمعلومات الفلاكية لهذا التولى تفتح مارس 2022 والعناوية الإلكترونية في خدمة كبر بيدوم قصلكم دائما مع بارميج الشروق اشتركوا في القناة